تدعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وصلت إلى العراق وتحديدا مدينة الموصل التي تحول معظمها إلى أكوام من الركام وما سلم من القصف لم يسلم من التصدعات التي زادتها آثار هذا الزلزال منازل مهددة بالانهيار في المدينة القديمة وسط مخاوف الناس من حدوث انهيار المباني والعمارات المقصوفة والله زلزال واحد تقع على العمار وطمش عليها هذه الحكومة أو الشيلة أو صاحب الملك يكمل شغله كله واقع هاي العمار وفوقاتك واقعة هام هاي العمار تلق واقع هاي اللق طمش عليها شعراتي هم واقعة ومقايصة عندك أسهر زهزة وقعت هذون البلوك هيا تطمش عليها البلوك وقعت من الهزة مع العرب واللقاء خام هذون اللقاء خام ثلاثة أربع عندنا تقيبا وواقعين يعني بأي هزة تقع عندك هذه الحكومة الشيل خلص صلى الله عليه وصاخه وجيه فهام وأبو الملك يجي يكمل أو يكمل أو عوضه مجرد المرور تحت هذه المباني الآيلة للسقوط يشكل قلقا حيث سبق أن سقطت عدة بنايات متصدعة بشكل تلقائي ما أثار الرعب في نفوس سكان الموصل الذين يواصلون المطالبة بإعادة بناء هذه المباني لكن دون جدوى هذه العمارات احتمال تقع علينا بواحد من الزلازل وما يثرت شثير علينا فيا الحكومة تعمرها يا تدعمها للملك حتى يعمروها لأن أخاف لأن عالم تروح تيجي من يما تقع وبالعموم فإن مدينة الموصل بشقيها القديم والحديث أصبحت كلها قديمة وتحتاج إلى بنية تحتية كاملة وشاملة وهذا ما لم تشهده رغم مرور عدة سنوات على انتهاء المعارك في المدينة ورصد المبالغ الكبيرة لإعادة الإعمار في كل عام إلا أن كل ذلك مجرد حبر على ورق